ستوب كوفيد هو اسم لتطبيق ذكي أطلقته الحكومة الفرنسية للوصول إلى أشخاص خالطوا مصابين بكورونا فبمجرد ثبوت إصابة مريضا بالفيروس يتلقى الأشخاص الذين كانوا على مقربة منه إشعارا بالأمر وطلبا بإجراء الفحص وذلك للحد من انتشار الفيروس حاليا نلجأ إلى فرق التحقيق الطبي للاستماع إلى الشخص المصاب لمعرفة معلومات عن الأشخاص الذين خالطهم في حال كان يعرفهم لكن في المترو مثلا لا يمكن للمصاب أن يعرف من خالطهم إلا من خلال هذا التطبيق حصل التطبيق على موافقة البرلمان بعد جلسة صاخبة ارتفعت فيها أصوات معارضة للتطبيق الذي وصفته بأداة لمراقبة الحياة الخاصة وشككت في فعاليته حتى يكون التطبيق ناجعا يجب أن يستخدمه أكثر من 60% من الفرنسيين وهؤلاء لا يملكون هواتف ذكية خاصة المسنين إلا إذا أحببتم أن تقدموا لهم هذه الهواتف كهدية دعت الحكومة الفرنسية لتحميل التطبيق على نطاق واسع وأكدت أنها قدمت الضمانات اللازمة لاحترام الخصوصية لن يتم تحديد المناطق الجغرافية التي تمت فيها مخالطة الأشخاص والتطبيق مجهول الاسم وهو مؤقت ولا يمكن الوصول إلى جهة الاتصال في الهاتف حصل التطبيق على موافقة المفوضية الوطنية للمعلومات والحريات وهو في حال تحميله على نطاق واسع يوفر على الحكومة آلاف الأشخاص المكلفين بتتبع شبكة المخالطين للمصابين بالفيروس تعتبر الحكومة الفرنسية تطبيق ستوب كوفيد أداة أساسية لمنع انتشار الفيروس في فرنسا خلال المرحلة الثانية لتخفيف إجراءات الحجر الصحي لكن نجاعة هذه الأدات تتوقف على مدى تحميلها من قبل الفرنسيين عز غريب اسكا نيوز عربية باريس